شفت بنت الحلال والله وفقكم على اللي فيه الخير وقررتوا تتزوجوا بعد رومانسية أيام الخطوبة اللي قضيتوا لياليكم فيها انت سكر لا انت سكري أول تصبح على خير تصبحي على خير قررتوا تحددوا يوم العرس بما انك انت يا عزيز المشاهد رحت أعراس في الماضي وبتروح أعراس في المستقبل أكثر من كونك صاحب العرس بسوي سكيب على وجع الراس حق التجهيز حق ليلة العرس وبتكلم عن ظواهر ليلة العرس نفسها أولهم أنواع المعازيم في العرس أول نوع من المعازيم في العرس تسميه المعرس اللي حاضر عرس غيره أول ما تشوفه جاي العرس بكشخته وبرزته يخطف الأنظار عن المعرس هذا الشخص متأثر بثقافة البنات اللي لما يروحوا صالات الأعراس حق البنات يكشخوا ويتحلوا بزيادة علشان النظر يكون عليهم والأمهات يبغوهم إلى أولادهم المشكلة أن الآباء ما بيحطوا عيونهم عليه وبيقولوا ايه هذا أبغاه لبتي هدي وظيفة الأمهات فهدي الموضوع أخوك مشكلتنا كمجتمع في تعزيز ظهور هذا النوع من الناس أن نبالغ في المده ما شاء الله عليك يا ولدي شاطر واجد أنت اللي تدرس الأستاذ ما شاء الله عليك طبخك لذيذ يبغلك تفتح لك مطعم وبينجح ما شاء الله عليك كاشخ طالع أحلى من المعرس أعرف واحد إن قالت لدي الكلمة وأخذ في نفسه مقلب إنه صدق أحلى من المعرس استغفر الله جاي يقول لنا كلنا إن فلان قال لأنه أحلى من المعرس واش تبغى يعني حلاوة؟ شاطر بابا قولي للماما خليها تعطيك أسكريم ما في مشكلة إنك تكشخ بس النفسية تأثر في الموضوع إنما الأعمال بالنيات النوع الثاني المفجوع هذا النوع ما يحتاج شرح زيادة تعرفه من أول ما تدخل العرس أول ما تدخل من الباب بيقعد يطالع فيك مو عشان إنه يعرفك أو مستغرب من شكلك أو يفكرك من النوع الأول اللي يكشخ زيادة لا هذا يطالع فيك لأنه يفكرك تبع طاقم الخدمة ديلة الناس اللي يوزعوا الأكل في الأعراس طبعا يروح يسلم على المعرس من البداية لا شك في ذلك عيب يجلس على طول قبل ما يسلم لكن في الطريق إلى طابور المبارك حق المعرس وإذا كان فيه بوفي مفتوح خاصة بياخد طلع على الأكل المصفف على الطاولة منك المال ومنها الإدلال قصد العيال بالا مو إياك مجوع نفس الرجال من الصبح عشان قالوا إنه في عشا في عرس فلان أدري إنه من عاداتنا إنه نسوي عشا ليلة العرس بس لو تفكر فيها العشا حافز عشان نروحها إلى العرس أدري إنه الحين المتعارف عليه إنه العشا من الآداب ولازم نضيف الناس في العرس بس قاعد أفكر إنه لو فجأة منعنا العشا من الأعراس هل نسبة الحضور بتقيل أو لا بسبب اختفاء هذا الحافز والله ما أستبعد إنه فيه ناس يتصلوا إلى أصدقائهم اللي راحوا العرس ها في عشا لو لا لا بس مبارك على السريع بسبب الإجراءات الاحترازية أو عجل ما باجي بسبب الإجراءات الاحترازية طبعا فيه بعد مشكلة ثانية في الشخص المفجوع فيه مفاجيع همهم الوحيد إنه فيه حاجة بس تملي بطونهم وخلاص بس فيه نوع ثاني عنده شروط يجي ويشوف البوفي المفتوح بيتزا شاورما مشويات فطاير سلطة روب خبز خفيف ويروح يتحلطم إلى المعرس على نهاية العرس يقول له ليش جايبين هالخرابيط الأعراس يجيبوا فيها عيوش والحوم ودبايح ياخي الرجال على قد حاله وما عنده استطاع أن يجيب له كل ما لذة وطاب لا تخلوني أدخل في موضوع التبذير في الأعراس لأنه لو أبدأ ما بخلص فخلونا ننتقل إلى النوع الثالث النوع الثالث خبير بدون شهادة هذا الإنسان عارف الحياة الزوجية من بدايتها إلى نهايتها مستعد يكتب كتاب كامل عن الزواج مع أنه ما تزوج ولا مرة في حياته هادة فلسفتها الوحيدة في الحياة الزوجية تندرج تحت عنوان قفص الحب طبعا هو شال كلمة الحب من راسه وركز على كلمة قفص ما بيظهر مشاعر التشاؤم في جو فرح زي ليلة العرس لكن بيظهر اللي ألعن منه النكة البايخة ايه خلاص الحين ما بنشوفك وينك ويا المدام ما نشوفك والله أم لعيال موراضية أطلع والمعرس طبعا بيعطيه ابتسامات تسليكية لأن الولد ويش بيسوي لازم يطلع بأحسن صورة في هالليلة هاد التعليقات البايخة تلعب في عقول بعض الناس وما أقولك بس أنه يتبدي من ليلة العرس عندنا مفهوم في مجتمعنا أن الرجال اللي يجلس مع زوجته وأولاده أنه مو رجال وزوجته متحكمة فيه وكيت 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 لازم يروح يقعد في الديوانية ويربع عشان يكون قدع ما بالغ أعرف واحد في ليلة خطوبته أو ليلة الملشة على قولة بعض الناس خلصوا العاقد كتبوا الكتاب وراح الديوانية ويا أصحابه بس عشان ثقافة تعيير الرجال اللي يقضي وقته ويا زوجته ويش جيبك هني الليلة ليلة خطوبتك روح يقعد ويا مريتك لا عشان لا تفكرني أني أبغى قعد إياها بس لازم تعرف أن أنا رجال وهذه الثقافة تولد المشاكل والدراما اللي احنا في غنى عنها طفرت عن الموضوع الزبدة في كل مكان في الحياة في ناس تتفلسف فيه وما تفهم في هذا الشي ولا حاجة أنا تركيزي على الخبير اللي بدون شهادة يعطي خبرته العميقة اللي ما أدري من وين جابها الرجال مو متزوج بس يمشي ويعطي نصايح حق المتزوجين الجدد لكن حتى المتزوجين اللي صار ليهم سنين طويلة متزوجين يكون طفشان من حياته الزوجية والمشاكل اللي فيها ويقعد يقرقر على راس معرسنا الجديد يعطيه من خبراته الفاشلة وينقل التشاؤم اللي داخله إلى غيره خلي الرجال يدخل في حياته الزوجية بنفسية طيبة ويآلف شخصيته بشخصية بت الناس يا تقول كلام حليه وأوسد حلقك نجي الحين إلى مظهر ثاني في الأعراس موضوعك أنت بغى تكلم عنه من أول ما فتحت قناتي بس ما كان يستاهل فيديو لحاله الطقاقات تعرفوا كم راتب المهندس، راتب الدكتور، راتب الخباز خدهم كلهم مع بعض والطقاقة المشهورة تقدر تطلع المبلغ هذا في ليلة واحدة تفكروني أبالغ؟ يعني يمكن شوي أبالغ لأن المعدل العام حق أجرة الطقاقات أقل لكن لما الطقاقة تنجح في مهنتها تعيش حياة العز وأكل الوز كانت هذه الكلمة تنقالي للبنات اللي ماعدهم طموحات وش رايش بعد تترك الدراسة وتقعد في البيت وتصير طقاقة؟ أجزم إن في بنت سمعت هالكلام وصارت طقاقة والحين تطلع فلوس أكثر من لو تعبت على نفسها في دراستها وصارت مهندسة ولا طبيبة متخيل كيف؟ أكيد تخيلت الحلم الوردي هذا طبعاً الكلمة المرادفة حق الأولاد هو الديجي ماما ماما كفوكادو يقول اترك الدراسة وصير طقاقة ماما بصير طقاقة صاقعة تصقع هالكفوكادو هادئ ما في تشاهده لا تبلشونه ويا أهلكم وصلوا على النبي زي أي مجال في الترفية معظم اللي داخلين هالمجال ما ينجحوا بنفس النجاح حق الشخصيات اللي في القمة في طقاقات يطلعوا عشرة آلاف في الليلة وحتى مئة ألف بس معظمهم لو يوصلوا ثلاثة آلاف في الليلة يعتبروا نفسهم محظوظين بس منه بتحجز صالة عرس بخمسين ألف وبتشتري ثوب عرس بخمسة وعشرين ألف وورق عينب عشر تأشر ألف مليون ألف وآخر شي بتاخد طقاقة عليها خصم خمسين بالمئة شامل ضريبة القيمة المضافة ليلة العمر تستاهل إن الوحدة تختار الأفضل لهذا المنافسة كبيرة بين الطقاقات بنت فلانة جايبة لها الطقاقة الفلانية اللي تحضر أعراس المشاهير وأني بتي تجي لها خاتونه بس والله ما عندي نقطة ثانية عن الطقاقات غير إنهم يقدروا يطلعوا فلوس أكثر من مدير الشركة فروح يتعب على روحك وتعلم في دي المجتمع ونشوفكم في الفيديو الجاي ونشوفكم في الفيديو الجاي